من أساسيات وجماليات الوجه دائماً هو وجود أسنان بيضاء نظيفة ومع تطور أكيد الزمن والتطور التكنولوجيا بشكل عام عم بلاحظوا أنه صار في كتير أسليب لطبيض وتجميل الأسنان فاليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أسامة السايح يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك دكتور كيفا؟ دكتور زي ما حكت فرح أخر فترة كتير عم نسمع احنا بتقنيات مختلفة لطبيض الأسنان أو تجميلهم عم نشوف كل الناس عم تلجأ لهاي الطرق وعم نسمع كتير في تقنيات يمكن احنا في بعض الناس مش عارفة شو الفوارق بين هاي التقنيات خلينا بالبداية نحكي عن ابتسامة المشاهير أو اللي بسموها هولويد سمايل اشترح لنا أكتر عنها هسا الهوليويد سمايل كهوليويد سمايل هي مصطلح مصطلح يعني طلع عشان يحكي عن التجميل بشكل عام هسا الهوليويد سمايل اش هو هو مجموعة الاجراءات اللي انا بسويها علشان اوصل لابتسامة مثالي عشان يعني ايش هي مجموعة الاجراءات اللي انا ممكن اسويها علشان اوصل لابتسامة اكثر جاذبية للمريض نفسه بحيث انه يكون فيها يعني هي ايش هلأ مجموعة الاجراءات اللي بناء عليها احنا نحاول نوصل المريض بحيث أنه يكون الفرق شوي كبير حسب الستاندرد زمعيني حسب ملامح الوجه حسب تدويرة العيون حسب الابتسامة قداش بتكون عريضة مثلا حلو أنكم تاخدوا هالأشياء بعن الاعتبار أكيد طبعا يعني إحنا قبل ما نبلش نخطط الابتسام للمريض نصوره صور فوتوغرافية علشان تكون يبين البروفايل تبع الوجه كله كامل إحنا هنا نعرض برضو صور مع بعض أيوة بالضبط بيكون شو اسمه المريض بيكون عمل مدينة للأسنان بحيث أنه أنا أقدر أدخل الصورة هاي على الأبليكيشن عندي على السوفتوير حدو وأبلش أعمل زي إنجينيرينج للسمائل على حسب الهوضاء التي نسميها الـ جولدن بروبورشنز نعم ما يعني جولدن بروبورشنز أو ما هي المعايير هاي ممكن في بعض الأحيان الخط الابتسامي نسميه يعني لما المريض يبتسم بيكون في كيرف على شفة السفلية يفضل أن الأسنان كلياتها تكون ماشي على نفس الكرب نعم أنا أبتسم قاعدة وبحكي بشيك على حالي هلأ هي الفكرة أنه أكيد طبعا الموضوع هذا بيختلف من شخص لشخص أكيد هلأ طبعا الـ هوليوود سمايل كانت ناس كثير بتفكر أنه هي معناها فينير أو هي معناها قشور خزفية لأنه كثير ناس أول في بداية ما طلعت المصطلح كمصطلح كان يطلق على القشور الخزفية كقشور خزفية صحيح ولكن لا الهوليوود سمايل هو مجموعة كل الإجراءات يعني ممكن أنا علشان أوصل المريض لإبتسامة المثالية يكون بس مجرد أنا محتاج مثلا جراحة لثة وطبيض وهذا إشي يكون كافي أنه يوصل المريضي أنا لإبتسامة المثالية بالنسبة إله لو حسب ملامة لأنه كي زي ما نحكي الشكل الطبيعي أو شكل الأسنان الطبيعي أو الإبتسامة الطبيعية هي الأجمل وهي أكثر إشي بيكون في تناسق مع شكل المريض يعني دكتور أنت ذكرت موضوع الإبتسامة الطبيعية أنه هي دائما بتكون أجمل وطبعا أنا بأكدكت يعني تماما بهاي النقطة ولكن إجت فترة يمكن هلأ الناس وعيت بس إجت فترة يعني خلينا نحكي من أكم من سنة لورا كانت الناس يعني لما تضحك بتنعني بالمعنى الحرف من بياض الأسنان قد ما إنه البياضة فيك مزبوط فهل هذا الإشي يعني بسبب شو يعني شو هي التقنية أصلا اللي بتم عملها لحتى الناس كانت مدمنة على هذا النوع من البياض للأسنان مزبوط فالفكرة الترويجية كانت للهوليوود سمايل أول ما بلش يروجو لها ابتسامة أكثر بياضا أو ابتسامة نصاعة البيض بس الناس اللي ما كانت فهميته أو حطيته في عنا الاعتبار أنه الأسنان أصلا هي لونها الحقيقي مش لون الأبيض صح الباهت لؤلؤي أي وهي لؤلؤي يعني هي بتلاقيه هو أبيض إشي من درجات اللون الأصفر أو البيج عشان نكون نحن نتكلم بشكل صحيح فاللون الأبيض الأبيض الزيادة بيعمل إشي أنا ما بحبه ما أحد بدوية اللي هو أنه بيقطع ما بينك ما بين الشخص اللي أنت بتحكي معه بصبت مزعج مزعج بصبت تطلع سنان بالضبط نفس الموضوع لما يكون واحد ما عنده سنان أمامية فاقد أحد أسنان الاثنين لهم نفس بالضبط صحيح المشكلة دائما اللي احنا بتواجهنا أنه ما سنفكر فيها قبل ما بدنا ناخد هاي الخطوة بدنا نعمل سناننا هي حفل سنان فشروح لنا أكتر هل لازم اللي بدو يعمل هاي الابتسامة ويضبط سنان لازم من حفل سناننا الأصلية ولا لا هسا يعني مش شرط أنه يصير فيه عملية حفل الأسنان الأصلية هذا الحكي بيختلف من حال لحالة ومن شخص لشخص زي ما حكينا أنه هوليوود سمايلي أي إجراء أنا طبي بأسويه علشان أوصل المريض لأكتر ابتسامة مثالية فبمعنى آخر أنا في مريض ممكن يكون عنده فراغات بين أسنان وأسنان وحجمها أصلا صغير هذا المريض أنا مش بحاجة أن أحضر له الأسنان لازم نفهم إحنا إيش الهدف اللي إحنا منحضر علشان الأسنان إحنا منحضر الأسنان علشان ما يكون في عندي بروز على اللثة وبالتالي يصير عندي مشاكل في اللثة أو مشاكل في الإطباق وإلى آخر فعشان أعالج هذا البروز أنا بحضر الأسنان على حسب سمك المادة اللي أنا بدي أحطها على الأسنان طبعا هون بيلعب دور إيش نوع المادة أنا بستخدمها جميل في عندي أنا مثلا في الفنير في كثير أنواع بتختلف على حسب سمك القشر نفسها يعني أقل سماكة للفنير هو 0.3 مليمتر بيكون اسمه وهذا يعتبر هي هاي العدسات اللي بيحكو عنها العدسات التجميلية وعدسات القشور الخزافية هاي بتنحط على الأسنان من غير تحضير ولكن هي بتعطي أكثر جمالية وبتاخد القوة والسفورت من الأسنان اللي هي بتكون عليها يعني مشاكل في الأطباق وعنده أسنان مثلا طالعين فوق أسنان أو بروز أو إلى آخر هاي المشاكل في بعض الحالات حتى نضطر أن نعمل علاج عصب ونحضر الأسنان بشكل عشان أغير موقعها في الفك بالنسبة للأطباق عشان أعالج مشاكل للأطباق وهنا أنا بصير عندي على حسب حالة المريض أنا بصير أحاول أعرف أنا مع الناس أنه تلجأ للحل السهل وهو يعتبر إلى حد معي سهل يعني وهو الفيسنج بس برضه في نفس الوقت في كتير دكاترا ما بنصحه فيه وأنا بقى بالمرأة حتى سمعت أنه ممكن مع الزمن يحشر بقايا أكل يطلع ريحة للفم فحكي لنا هل هو فعلا يعتبر مضر بالأسنان أو ممكن واحد يحطه لفترة من الزمن معينة أو كيف بالضبط يستعمل الفيسنج أنا شخصيا من الطباء ليس مع الفيسنج الفيسنج هو مصطلح تجاري على تجميل الأسنان يعني لأنني أريد أن أسوي فنيرة أو أسناني كلها ومع أنه ليس شرط أن المريض في أغلب الأحيان للأسف أنه ليس محتاج أن يسوي جميع الأسنان فيروح إلى طبيب الأسنان ويقوله أنا أعمل لك الفيسنج لأنه سعره أرخص أو سعره أقل وها هي المشكلة هون نفسها أنه تلاقي المريض نفسه راح عمل الفيسنج ودفع مصاري أقل وبعديها فترة بعدها بسنتين لأنه صار عنده مشاكل لثة وصار عنده تصبغات في الأسنان وفي أغلب الحالات في حالات موجودة أظن في الصور كان فيها فيسنج وغيرناها لفينير كان فيها تسوسات في الأسنان لما شلنا الفيسنج شو السبب زي ما حكينا أنه لما أنا أجي أشتغل بشوف السمك عشان ما يكون في بروز على اللثة أوكي هسا متى بصير مشكلة بسبب هذا الموضوع مشكلة إذا أنا بدي أعمل الفيسنج في أغلب الحالات بيسووه من غير تحضير فهو بمسك الفيسنج عبارة حشوة تجميلية فأنا لما أجي أمسك الحشوة التجميلية اللي هي لا تقارن بمين الأسنان كمادة أو كخامة أو كملمس أو كخوة حتى وأحطها طبقة على الأسنان الأمامي شو بصير عندي أنا بصير في عندي زي جيب ما بين المكان اللي حطيت فيه الحشوة وما بين اللثة مكان أنا ما بقدر أنطفه في فشاية الأسنان آه أوكي فبصير يفوت بقايا الأكل يفوت بقايا أكل فتفيت صغيرة بتجمع بكتيريا ومع المدى الطويل التهاب لثة بتلاقي المريضة لثتها مثلا دائما بتنزل دم ونافخة دائما وغير راحت راحت الفم الكريهة لا تطلع آه وبيكوني مفكر بقولك دكتور أنا بفرشي سناني دائما بس دائما عندي التهاب لثة شو السبب؟ السبب هو الفيسنج لأن في هاي الحالة إذا أنا سويت تنظيف لثة لازم أسويه عن طبيب الأسنان بخف موضوع المشكلة بس ما بتنحل إلا لما أشير مسبب البكتيريا أو المصدر بكتيريا أيوة بالزلط طب هلأ يعني قدي مهم بما أنك حكيت عن تحضير الأسنان قدي مهم أنه قبل ما نعمل كان فيسنج أو كان فينير أو أي نوع من تجميل أو طبيب الأسنان قدي مهم أنه نحضر الأسنان يعني في حال شخص فيه عنده عصب ملتهب فيه تسوس بالأسنان قدي مهم لازم دكتور الأسناني شيك على كل هاي الأمور وتتم معالجتها قبل ما يتم تركيب الأسنان التجميلية هلأ يعني أول إشي لازم طبيب الأسنان لما يطلع على الأسنان بشكل عام يأخذ كل سن لحاله كبداية وبعدها يأخذ جميع الأسنان ككل علشان يشوف مشاكل للأطباق وإلى آخره هسا ودائما لازم يحط في عني الاعتبار أنه السن نفسه هذا عبارة عن إشي ربنا خلقه وما في أي إجراء طبي موجود في العالم بيقدر يحط إشي مطابق للأسنان ربنا خلقه هسمينا الأسنان هو أقوى نسيج في جسم الإنسان أقوى من العظم حتى فأنا لما آجي بدي أعوضه مثلا في فينير أو كذا لازم أكون حاطط في عيني الاعتبار أو حاطط في بالي أنه أنا ما بدي أضعف الأسنان أنا بدي أقويها أنا بدي أجملها ولكن بطريقة مينميلي يعني بأقل شكل أنا ممكن أنا أدخل أو أخرب الأسنان أوكي فأه لا لأنه آخر فترة كتير برضو من الأشخاص اللي عم بتجهل اللزقات اللزقات هل هي مخيدة؟ تقصد لزقات الطبيض أو لزقات طبيض لا لزقات الطبيض هلأ أشوفي لزقات الطبيض أنا شخصية أستعمل هلأ أشوفي هلأ أشوفي لزقات الطبيض أو فكرة الطبيض بشكل عام هو عبارة عن أشي كيميائي أنا بحطه على الأسنان بيطلع المصبغات وبيعطيني مجال أن أدخل المواد لونها أبيض على الأسنان يعني بيصير في تفاعkeepers من سطح من الأسنان وما بين المواد المواد الموجودة المواد كل ياتها تعطي نفس الأ Aaaffect بس تفرق بأشي واحد تفرق بتركيز الماد التي هي الزقات الهيدورجين الهيدورجين موجود في rempl sell مادة الطبيض وهذه هي المادة الفعالة التي تعمل لعملية الطبيض وحن تفرق كم إنا كل مازالت نسبة الزقات المال تزيد حساسية الأسنان بالنسبة للأزئات فهي آمنة جداً للاستخدام المنزلي ولكن تسبب حساسية على المدى الطويل فلازم أكون عارف أن متى باستخدامها لازم يكون لها فترة معينة سريعاً دكتور قبل أن ننهي نحكي عن الليزر في أشخاص بعملوا ليزر طبيعي للأسنان وتوقعهم باستنوا نتائج معينة وما بلاقوا هاي نتائج من الليزر ونحن نحكي برضو عن تكلفة تجميل الأسنان مكلفة ففي ناس بتلجأ للطبيع عن طريق الليزقات أو عن طريق الليزر الليزر زوم والزوم المنزلي بالزبط بالزبط بالنسبة للمواد الطبيعي كلها نفس الفكرة ولكن تختلف حسب خامة المواد تركيز المواد والمواد المساعدة التي تكون محطوطة لماذا تختلف من شخص لشخص؟ أول شيء فيه عامل أنه في البني آدم نفسه مشكلياتنا نسبة تركيز الابتايت الموجود في ميناء الأسنان نفسه مش كلها نفس الموضوع يعني فيه ناس بتلاقي ميناء الأسنان عندها قوي فيه ناس بتلاقي ميناء الأسنان عندها ضعيف وبالتالي بتختلف تفاعل المادة من شخص لشخص من أسنان لأسنان بس بالنسبة لمادة المواد الطبيعي فأكيد أحسنها هو الزوم اللي بينعمل فيه العيادة لأنه بيكون تركيزه أعلى تركيز وفي نفس الوقت الليزر بنحط على الأسنان بيسرع التفاعل وبالتالي أنا ممكن أحصل على نتيجة كبيرة بتوصل لأربع درجات تقريبا في 45 دقيقة ماكسمم دكتور صراحنا شكرين يعني أنت كفيت ووفيت شرحت لنا الموضوع بشكل جدا سلس أكيد أتمنى أن تكون مشاهدين استفادوا إن شاء الله شكرا لك أحسن سهلة فيك أحسن سهلة فيك أحسن سهلة فيك أحسن سهلة